دعوة مجهولة المصدر على موقع فيسبوك من صفحة تسمي نفسها نقابة أساتذة التعليم الابتدائي دعت لإضراب المعلمين قبل أكثر من أسبوعين لقيت الدعوة استجابة ملحوظة رغم أن الصفحة ليست لنقابة تربوية معتمدة إلا أن العديد من المدارس رفض معلموها الدخول إلى الأقسام كل يوم إثنين الدعون للإضراب رفعوا مطالب اعتبرت شرعية لكن غموض مصدر الدعوة يطرح التساؤل عن السبب وراء إخفاء هوية المطالبين إن كانت المطالب شرعية في وقت كسر فيه جدار الصمت يختار الدعون للإضراب منطق الحراك الشعبي يرفضون أي نقابة تمثل أو تنضم لإضرابهم أول أمس بادرت النقابة الوطنية لعمال التربية والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لضم صوتهما لصوت المضربين لكن خطوتهما رفضت رغم أن هذه النقابات والمنظمات التربوية كانت قد أكدت سابقا أنها ستتجنب الإضرابات والمطالب الفئوية تفاديا لتأزيم الوضع أكثر والبلد فيما هو عليه لم تستطع على ذلك صبرا لكن مسعاها بات محط شكوك من البعض الذين اتهموها بمحاولة تبني هذا الإضراب واختطافه حتى لا تفوت فرصة نجاحه إن حدث إضراب قطاع التربية فتح الشهية أمام قطاعات أخرى قطاع الصحة باشر فيه أمس الأخصائيون النفسانيون احتجاجهم مطالبين بمراجعة اختلالات القانون الأساسي الخاص بهم لا توجد أرقام رسمية لمدى تجاوب المعلمين مع دعوات الإضراب لكن مهما كانت نسبة التجاوب وإن كانت ضعيفة فإن غالبية التلاميذ وأولياءهم لا يتحملون انقطاعا آخر عن الدراسة ولا صراعا آخر يجدون فيه أنفسهم الحلقة الأضعف دائما بين الأساتذة والوسعية